سوء الخدمات في العراق بات أبرز معالم هذا البلد الذي يعد من أغنى البلاد في ثرواته منطقة سبع البور شمال غربي العاصمة بغداد أحدى مناطق العراق التي تغص بالمشاكل الخدمية نتيجة الإهمال الحكومي لاحتياجاتها الأساسية أولاً مجاري ما عندنا فيضانات مرتين صارت عندنا الشارع نازل ومن يجي الماء كلها يطب بيوتنا عمل ماكو خدم مال البلدية واطية إلى درجة مواطنو سبع البور نظموا مؤخراً اعتصاماً وقطعوا شارع التاجي عن طريق بغداد الشمالي وشكلت إثر الاعتصام لجان شعبية للتفاوض مع وفد رئاسة الحكومة في بغداد لكن أي تقدم لم يحدث بشأن مطالبهم الخدمية الملحة ما دعاهم للتهديد بتصعيد غير مسبوق خلال الأيام القليلة المقبلة الأسبوع هذا الجاي إحنا إذا طلعنا وهالمرة ما نرجع لها لنجنيز شارع التاجي راح ننام بيه هناك أكل شرب شغل كله مريد إذن هي تهديدات صريحة هذه المرة من قبل أهل المنطقة التي عانت ولا تزال من التهميش الحكومي برفع الصوت عالياً فبعد محاولاتهم الكثيرة لإيصال أصواتهم والتي لم تجد نفعاً يعيد هؤلاء اليوم الحكومة في بغداد بإجراءات أكثر جرأة يثقون أنها ستحمل معهد جديد بحال إذا لم يتم تنفيذ المطالب أو نصب الآليات ودخول آليات المنطقة للمطالبة بالخدمات السبع البور نرجع نعتصم الجمعة الجاية إن شاء الله الجمعة القادمة نعتصم والاعتصام راح يكون مين حال يعني ونظل مع التصميم بالشارع وقطع السايد الرئيسي المال الشارع التاجي مواطنو سبع البور يطالبون اليوم بأدنى حدود الخدمات التي يفترض أن تقدم للمواطن في العراق على آمل تحققها لكن المؤسسات الحكومية المسؤولة التي صمت آذانها سابقا عن سماع أصوات احتياجيات ومطالب المواطنين العراقيين في الكثير من المناطق ربما يكون رهان أهالي منطقة سبع البور عليها اليوم بعيدا عن آمالهم وإن لاحت بعض الأشعات أحيانا في الأفق